أعزائي الطلبة والطلبات أهلا بكم في محاضرة من محاضرات مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإن شاء الله رب العالمين المحاضرة دي هتكون هي المحاضرة الأخيرة فهنتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن مكافحة الفساد والفساد يا شباب معناه في اللغة البطلان وفي الإصطلاح هو صورة لا أخلاقية وعمل غير قانوني يقوم به الشخص الذي يمارسه بقصد الحصول على منفعة شخصية والفساد هذا ينقسم إلى عدة أقسام فينقسم إلى فساد مالي وفساد إداري وفساد سياسي وفساد أخلاقي وهو مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة وله صور منها مثلا الكسب أو الإثراء غير المشروح وهو ما يعبر عنه في بعض الدول بعبارة من أين رك هذا ومن صورها أيضا الرشوة الموظف يأخذ رشوة من المواطنين عشان قاطر يسهل لهم يعني إجراء معين وأيضا من صور هذا الفساد المالي اختلاس الموظف للمال العام وأيضا من صوره إهدار المال العام وكذلك من صور الفساد المالي غسيل الأموال غسيل الأموال يعني واحد مثلا تحصل على أموال بطريقة غير قانونية زي تهريب الممنوعات مثلا فبيحاول يعني إيه يوهم الدولة ويوهم الأشخاص أنه تحصل على هذا المال بطريقة مشروعة بأنه مثلا يفتح مشروع وليكن أجنس عربيات عشان قاطر يوهم القانون ويوهم الناس أنه تحصل على هذه الأموال من هذا المشروع أما الفساد العامل الإداري ومن صوره المحسوبية والمحاباة والوسطى أن الموظف يتوسط لشخص لا تنطبق عليه شروط عشان قاطر يعين في مكان ما وأيضا من صور الفساد الإداري استغلال النفوذ الوظيفي زي أصحاب المناصب العليا لما يستغلوا منصبهم ويحققوا مكاسب مادية بحيث يتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال وأيضا من صور الفساد المالي التهاون في القيام بواجبات الوظيفة يعني الموظف ييجي متأخر ما يحترمش وقت العمل ويقعد يقرى الصحف والجرائد في أسداء وقت العمل وكذلك أنه يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى دون إذن الإدارة النوع الثالث من الفساد يا شباب هو الفساد السياسي إحنا قلنا الفساد المالي والفساد الإداري النوع الثالث هو الفساد السياسي الفساد السياسي زي دعم جماعات وأحزاب وأفراد بطريقة مخلفة للقانون ضد أحزاب وأفراد آخرين وذلك يظهر مثلا في مسألة توزيع المناصب النوع الرابع والأخير من الفساد هو الفساد الأخلاقي وهو تعريف الفساد الأخلاقي هو مجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته زي أي كده يا شباب؟ زي مثلا أن الموظف يقوم بأعمال مخلة بالحياء في مكان العمل وقد يكون مثلا التحرش الجنسي هو أبرز صور هذا الفساد حيث يستغل البندير أو الرئيس في مصلحة حكومية ما باستغلال مرؤسيه من الجنس الآخر للحصول على امتيازات يعني عشان خاطر مثلا يمنح هذه الموظفة امتيازات بيستغلها هذا هو الفساد الأخلاقي طيب آثار الفساد الفساد يا شباب له آثار منها الآثار القانونية ومنها الآثار الاقتصادية ومنها الآثار الاكتماعية فالآثار القانونية يعني الآثار القانونية يعني القانون يعني يكون عاجز في ملاحقة الشخص الفاسد إذا كان مثلا يعمل في جهة حكومية وهو الممثل القانوني لها لأن الفساد لما يكون صادر من شخص طبيعي القانون بيلاحقه لكن لما يكون صادر من شخص اعتباري وهو المؤسسة يصعب على القانون أن يلاحقه هو لا يستحيل وإنما يعني بيبقى فيه شيء من الصعوب طيب ده الأثر القانوني أما الفساد له آثار اقتصادية أيضا فهو يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي للدول وأيضا يقلل من إرادات الدولة ويضعف قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة الأساسية وكذلك يؤدي إلى تغيير طريقة الإنفاق الحكومي فالدولة نجدها تنفق نسب بسيطة جدا بسبب الفساد على التعليم والصحة لأن الدولة ما بيكونش معاها فلوس بسبب أن فيه مثلا عناصر فاسدة فالدولة من سما بتنفق نسب بسيطة على التعليم والصحة وتنفق الكثير على المشاريع التي يتحصل منها الفاسدون على مكاسب ورشاو ويؤدي الفساد إلى تبديد الموارد وزيادة الديون الداخلية والخارجية ويؤدي أيضا إلى زيادة البطالة والفقر والفساد أيضا له أثار اجتماعية منها تفشي ترجمة نانسي قنقر